جمعية البرو الخدمات الاجتماعية الخيرية في مدينة درعة مشروع أفطار صائم والذي يهدف للوصوله إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة وعوائل الشهداء في مدينة درعة وينطوي هذا المشروع في إطار التجمع الأكبر الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمعية البرو الخدمات الاجتماعية بدرعة تقوم بخدمة المجتمع المحلي منذ عام 1959 من تاريخ إشهارها وهي تقوم على الأسر الفقيرة والأرامل وأيتام ومكفو في البصر طبعا سابقا ولكن بالأزمة زاد نشاط الجمعية فأصبحنا نتعاون مع المجتمع المحلي ومع المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات للأخوة المواطنين مشروع أفطار صائم أنا بعتبره صورة من صور ارتكافل الاجتماعي اللي اليوم عم تظهر بخلال أعمال جمعية البرو الخدمات جمعية أهلية خيرية تعمل في محافظة درعة طبعا كل واحد مننا عم يحاول يقدم شيء يطوع بشيء سواء متطوعين الجمعية من ناحية الطبخ سواء من أهل الخير اللي عم يقدموا المواد ستون متطوعا شاركوا في مشروع إفطار صائم والذي هو واجب إنساني يهدف لرسم الابتسامة على وجوه الكبار والصغار وتقديم ما لديهم لإسعاد الآخرين نحن عملنا جولة بالأول زيارات ميدانية لعوائل وأسر فقيرة ومحتاجة مهجرين وغير مهجرين متضررين أسر شهداء فاخترنا أسماء عوائل ومعنى قوائم محددة بأسماء معينة من اليوم نبرم على اليوم ننزعلون المساعدات غذائية نحن هنا مجموعة طباقين وعمال عم نشتغل بالمجان لتقديم واجبات للأسر الفقيرة والمتضررة والشغل الحمد لله رب العالمين كل ياته مجاني من عامل من مواد من كل شي حتى من توزيع المواد وتغليفها كل شي مجاني مشروع إفطار صائم يؤكد أن عمل الخير ليس له حدود في وطن الخير اشتركوا في القناة